السباح الخير يا شباب كل سلام أنتوا طيبين أولاً بنسبة رمضان الفيديو ده أنا عامله للطلاب اللي هم لسه هيكونوا دفعة عشرين تلاتة وعشرين والطلبة اللي لسه هينزلوا يبدأوا مرجعات في سناتر وبيغيروا مدرسين ومشتتين يعني مش عارفين يروحوا لمن طبعاً الفيديو ده للطلبة بتوع الجيزة ما عنديش فكرة عن مدرسين بتوع المحافظات التانية لأن أنا من الجيزة فهقول لكم على رأيي يعني طبعاً كل كلمة هقولها هتبقى بنسبة رأيي أنا فكل الشخصيات اللي هذكر أسماءها لها مني كل الاحترام والتأدير وطبعاً كلهم بشكرهم على كل تعابهم معنا وأنا بعمل الفيديو ده لأن أنا جربتهم مدرسين كتير جداً فعايز أقول لكم يعني مين أفضل فيهم تمام فهنبدأ بأول حد وهو مستر محمود درويش مستر محمود درويش اللي من الجيزة أكيد معظم الناس عارفينه هو بيدي في مبابة وبيدي في الجيزة وبيدي في كذا حتة يعني في الجيزة محمود درويش بجد من أفضل الناس اللي بدأت معهم جغرافيا بجد حد يعني حبيبكو في المادة جداً أمش بعمل له عليهم بس أنا يعني بقول لكم مين أحسن ناس هتروحوا وتستفدوا منهم جداً بيدي نواتج تعلم يعني بجد أنا مش ربتش مدرس بيديها قبل كده وده الكتاب بتاعه بتاع الترمي التاني أول كتاب ده كان الترمي الأول فبجد لأ محمود درويش من أفضل الناس اللي انتو تبدأوا معاهم مراجعات وما تبقوش قلقانين من حاجة بجد يعني بيجيب كل الأسئلة الصعوبانية اللي هو إحنا ممكن نبقى خايفين منها أو حاسين ان احنا مش هنعرف نحلها ويعني من الشخصات اللي هو بتبقوا قاعدين في الحصة فعلاً مستفدين من الحصة وحاجات يعني أول مرة تسمعوها في الجغرافية على عكس أي مدرس تاني بالنسبة البقى للتاريخ فعندنا دكتور راجب البشير دكتور راجب البشير من الناس الممتازة وبرضو بتكتب نواتج تعلم وبتدي أفكار في التاريخ عالية جداً لأن كلنا عارفين التاريخ لما بيعوز يعالي في الأسئلة بيجيبها أفكار عاملة إزاي فبيدي نواتج تعلم أنا صراحة ما شبتش أي ملزمة موجود فيها نواتج التعلم دي ونظام مراجعاته عجبني جداً إن كل حصة هيحل وهيد كيو أر للفصل كامل يعني أنت تتفرج على الفصل بتاع المنهج عندك في البيت على الكيو أر وتروح السنتر تحل عليه تمام فده بيوفر وقت لأن طبعاً عارفين التاريخ بيبقى محتاج وقت جداً في الشرح هو بس يعني أرخم حاجة في حصة مستر رجب أنه هو بيطول جداً يعني بيقعد في المادة حوالي ثلاث ساعات ونصف ساعات أربع ساعات فدي حاجة بتتعب الظهر بس يعني هنعمل إيه لازم أن نستحمل فبجد دكتور رجب البشير من الناس يعني الواحد بيبقى قاتل في الحصة متقدر بس عارف إن الشخص ده هيفيده فبجد أنصحكم أن أنتوا تروح تبدأوا معاهم مراجعات مع دكتور رجب هنا بقى بالنسبة للغات الإنجليزي والألماني هنبدأ بالألماني أنا هنا باخد مع هير عبد المعز طبعاً في منكو أسباني أو إطالي بس أنا هقول لو في حد هنا ألماني زي هير عبد المعز هو السنة دي أول سنة ينزل الجيزة طبعاً هو في هير شريف نعمان بس أنا جربت شريف نعمان صراحة يعني ما عجبنيش فكرة إنه هو عايزنا نهتم بالمادة بتاعته بس يعني حاسس أن أسلوبه إنه هو خلاص مش عايزنا نذكر طول إسبوع غير ألماني وقعد أحفاظ ألماني وبس لأ يعني هي مش كده وكمان المتحانات اللي بيجيبها فوق مستوى أصلاً المتحانات آخر السنة المتحانة آخر السنة مش بيبقى بالصعوبة دي تمام فأي يعني بص وده بالنسبة للرأي أنا حاسس إن ميسر شريف نعمان اللي هو فيصل إنه مدي المادة أكتر من حجمها هي فعلاً تشتهي لأ بس لأ يعني مديها أكتر من حجمها دي عفين ثلاثة بالنسبة للإنجليزي فأنا بأخذ مع مستشريف المصري هو معروف جداً وأكيد كلنا عارفينه لأي حد بينزل في السنة في الجيزة فهو بجد من أفضل المدرسين الإنجليزي ومن أفضل المدرسين لأنته وتضمنوا أن أنتو هتقفلوا معاهم الإنجليزي وبجد هو عمل مرجعات كويسة بس هو مشكلته إنه هو مش بياخد طلاب جدد مفيش غير مجموعة واحدة هياخد فيها طلبة جديدة في نصر الدين ده في أول فصل كده تقدروا أنا وضحت تقريباً الأرقام على الكتاب تقدروا تتصلوا بيهم وتقولوا أن أنتو عايزين تبدأوا معاهم مراجعات وهم هيقولولكو على عنوان السنتر بالضبط والمواعيد بتاعته لأن أنا ما عنديش فكرة خالص عن الجدول وهيقولولكو برضو المواعيد دي عاملت زي في رمضان وكده يعني هي دي الأرقام ممكن تكلموا مواتساب أو ترينوا عليهم وتعرفوا المواعيد فين فبجد مستشريف المصري من أحسن الناس بالإنجليزي ويعني مش هتكلم عنه كتير هو معروف بالنسبة لبقى للعربي فأنا باخد مع مستر محمد طارق الصراحة أنا مستر محمد طارق يعني مش مرتاح معه من أول السنة بس بدأ أنه هو في المراجعات لا لقيت أنه بيراجع على كل تفصيله وبدأ يزود حاجات هو بس المشكلة أنه عنده عدد كبير فأنا ما كنتش بقعد مركز أو مش عارف فين المشكلة لا بس في المراجعات الوضع اختلف بقى فيه تركيز أكتر ويعني شرحه تحسن أكتر هو أنا كنت عايزة أخد أونلاين معارضة الفاروق بس اخترت محمد طارق كبديل لأن أنا مش هواظب على الأونلاين أنا عارف نفسي أن أنا مش هستمر على الأونلاين بس لو هتقدروا تاخدوا معارضة الفاروق هو يعني أحسن شوية وفي ناس كتير بتاخد معارضة الفاروق شكرت في كتير جدا الدفعات اللي فاتت فلو قادرين تاخدوا معارضة الفاروق خدوا معي وطبعا محمد طارق كويس وبيعمل مجهود يعني رأى يعني مش هنقول حاجة بس بالنسبة لي أن العدد الكبير ده ما بقدرش أركز فيه صراحة بس في المراجعات الدنيا تحلت شوية ودي كتب المراجعات اللي هو أعملها فيتحسن فيها شوية بالنسبة لبقى المادتين علم النفس والفلسفة فأنا برشح لكم مستر مصطفى حافظ أنا ما باخدش فيهم دروس بس أنا يعني برشح بنيعنا على أراء الصحابلية وكده يعني فأنا بصحكم أنتم تشوفوا مستر مصطفى حافظ هو ما بياخدش برضه طلاب جديدة غير في مجموعة في سنتر اسمه سنتر مكة تقريبا أو سنتر المدينة ممكن تشوفوا الأرقام على صفحة الفيسبوك أو ممكن أكتبها لكم في التعليقات وانتم تتواصلوا معاهم وكمان تشوفوا الجدول لأنه تقريبا بدأ في المراجعات فلو في حد ما بدأش أو هو بدأ معايا أو لسه الدفعة الجديدة برضو الكلام للدفعة الجديدة مش دفعة السنة دي بس فيبدأوا معايا دروس لأنه بجد مندرس ممتاز بس أنا على نفسي بحب أن أنا أذكر المادتين دول مع نفسي كده على اليوتيوب بعض ذكرهم مع نفسي أنا أحب المادتين دول إن أنا أذكرهم مع نفسي يعني أكتر المادتين بحبهم في قلبي هما المادتين دول كمان بوفر وقت لأن هما المنهج بتاعهم مش كبير زي التاريخ والجغرافيا والإنجليزي والعربي فأنا بذكرهم مع نفسي وفي آخر الفيديو عايز أأكد إن ده مجرد رأيي أنا لأن أنا غيرتهم درسين كتير فأنا بقول بناءنا على رأيي وطبعا كل الأسماء اللي ما ذكرته والأسماء اللي ذكرتها لها مني كل الاحترام والتقدير الأهم كمان من اختيار المدارس اللي هنبدأ معايا لأن إحنا طبعا عارفين إعتبادنا كله على السنتر إن إحنا نذاكر كويس دي أهم حاجة أهم من المدارس وأهم من كل حاجة لو أعجبكم الفيديو متنسوش لايك وشير تستحبكم مثلا اللي هما طالعين دفعة 23 وإنتوا برضو لو محترين تاخدوا مع مين مراجعات فأشوفوا هتاخدوا مع مين